سبق لهم الحب من الله أولا فأحبهم الله فلما أحب الله هاموا في هوا المحبوب جل وعلا لذلك يقول القائل نعم المحبة يا سؤلي محبتكم حب يقود إلى خير وإحسان إلى نعيم وعيش لا زوال له في جنة الخلد ملك ليس بالفانين ولما نتحدث عن الحب نتذكر سيدنا عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه صحابي جليل كان إذا جن عليه الليل يصرخ من شدة العشق والولة والتيم والحب في الله جل وعلا متتيم بالله سبحانه وتعالى ومتيم في حب الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمع بهذا يقول لهم دعوه إنه يحب الله ورسوله والسيدة رابعة العدوية التي لقبوها بشهيدة العشق الإلهي كانت تناجي مولاها جل وعلا وتقول إلهي أحبك حبي حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عما سواك وأما الذي أنت أهل له فبكشف الحجب حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك سبحانه وتعالى تبدول بحب ربنا سيدنا إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه ضرب لنا أروع الأمثلة في حبه لله إبراهيم بن أدهم كان من السائحين في أرض الله يتجول في أرض الله يعرف الخلق بالخالق وفي يوم من الأيام أراد أن يذهب للحج فقال لأحد أصحابه أتصحبني في هذه الرحلة الروحية إلى بيت الله الحرام قال نعم قال إبراهيم ولكن بشرط قال له إيه الشرط قال ألا ننظر لأحد في رحلتنا إلا لله إحنا نخرج من بيتنا ومن بلادنا إلى بيت الله الحرام ولا ننشاغل في الرحلة إلا بالله فوافقه صاحبه فخرج وهما في الطواف رأى شابا قسيما وسيما بسيما جميلا عليه أثر الطاعة فنظر إبراهيم إليه وأطال النظر فقال له صاحبه يا إبراهيم أنسيت شرطنا لقد اشترطنا قبل خروجنا ألا ننشغل في رحلتنا إلا بالله فقال والله ما نسيت ولكن هذا الولد ولدي وما رأيته منذ فترة لأنه يتجول في أرض الله اذهب إليه وسلم عليه ولا تخبره بأني هاهنا فذهب صاحب إبراهيم إلى ولد إبراهيم فسلم عليه وقال له من أنت قال أنا ولد إبراهيم بن أدهم قيل لي بأن أباك يحج كل عام فجئت لعلي أراه ولم يخبره بشأن أبيه وعاد إلى إبراهيم فوجدت دموعة همر على خديه ويبكي ويقول إلهي هجرت الخلق طرًا في هواك وأيتمت الوليد لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك هائم وعاشق ومتيم في حب المولى جل وعلا لأن من ذاق عرف ومن عرف اغترف ومن اغترف ارتشف ومن ارتشف رشفة من بحار حب الله جل وعلا لا يشقى بعدها أبدا أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضى من أحبنا من أردناه أحببناه حتى أحبنا كشفنا له حجبا أبحناه نظرة لأنه أقام بإذلال على باب عزنا ينادى له في الكون أنا نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا رجل آخر من المحبين لله جل وعلا وهو سيدنا عمر بن الفارض الشاعر والمحب والعالي ماشق لله جل وعلا كان له حال مع الله عجيب رأى مرة في المنام أنه دخل الجنة وأن الله أطلعه على منزلته في الجنة وهذا يحدث للصالحين لهم ما يشاءون عند ربهم في الدنيا ويوم القيامة وقلت لكم لهم البشرى في حديثي عن الأولياء ومن البشرى الرؤية الصالحة عاجل بشرى المؤمن في الدنيا تكون بالرؤية الصالحة أو بثناء الناس عليه عمر بن الفارض رأى في المنام أنه في الجنة فقام من نومه يبكي تبكي ليه يا ابن الفارض كان يتمنى أن يكون في منزلة أعلى فأنشد قائلا إلهي إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت في الحب أيامي أمنية ظفرت بها روحي زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي يعني يتمنى أكثر من هذا وأهل الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون طيب لما تحب ربنا وربنا يحبك إيه اللي يحصل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره إساءته لما ربنا يحبني وأنا العبد الضعيف يحبك الخلائق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود وداد في قلوب العباد إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه يؤم جبريل يحب العبد وينادي في السماء يا أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء هل ينادي على أهل الأرض لا ينادي قال صلى الله عليه وسلم ثم يوضع له القبول في الأرض أينما يذهب ويغضو ويروح ويمشي ويتحرك ويسافر ويقيم تجد الناس يقولون نحب هذا الرجل تحب ليه لأن الله وضع له الوداد والقبول في قلوب عباده إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى وداد وقبول بين خلق الله جل وعلا يبقى نحب الله ونحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حب سيدنا النبي أخصوصا إحنا دخلين على المولد النبو الشريف نعلم أبناءنا وبناتنا أن محبة الحبيب تنجينا من جميع الأهوال والآفات أن محبة الحبيب تفرج عنا كل القربات أن محبة الحبيب تشفينا من الأسقام دا بعض الصالحين يقول إذا مرضت أذكر اسم النبي فأشفى سيدنا ابن عمر لما خدرت قدمه فقالوا له يا ابن عمر تذكر أحب الأشياء إليك تشفى فوضع يده على قدمه وقال وامحمداه فانتشرت قدماه وإذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس لما لما تبقى مريض أو عندك علة أو داء تذكر حب رسول الله وصل على الحبيب بقلب شغوف بقلب عاشق بقلب والهان بقلب متيم ليس يأتي القلب هم للذي يعشق محمد ليس يأتي القلب غم للذي يهوى محمد لما تصلي على سيدنا النبي أم ربنا يفرج عنك ويشفيك ويداويك سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه وهذا الحديث له مناسبة نبي يجلس بين الصحابة ويسأل الفاروق أتحبني يا عمر قال أحبك يا رسول الله ولكن ليس كنفسي صادق سيدنا عمر فقال الحبيب لا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه فلم يتردد سيدنا عمر قال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر يعني كم لإيمانك الآن الفاروق الملهم المحدث الذي كان يخبر بالشيء قبل أن يحدث يقول لسيدنا رسول الله الآن يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي فكان سيدنا عبد الله بن عمر جالس معه فقال يا أبتي ما الذي حملك على هذا أنت في الأول قلت لسيدنا النبي أحبك ولكن ليس كنفسي وبعدين بتقول لسيدنا النبي أحبك أكثر من نفسي قال يا عبد الله يا ولدي تذكرت يوم القيامة وتذكرت وقوفي بين يدي الله أيهما ينفعني حبي لنفسي أم حبي لرسول الله فعلمت وأيقنت وأدركت أن حبي لرسول الله هو الذي ينفعني يوم القيامة فقلت الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لذلك كان سيدنا الشيخ الخطيب يقول ونحفظها لأولادنا وبناتنا وعلموها لأولادكم وبناتكم واجعلوه نشيدا على ألسنتهم يتغنون به ويصدحون به في مولد الحبيب وإني محب لطاها ومن يحب النبي فحاشى يضام رسول كريم رؤوف رحيم عليه الصلاة وأزكى السلام أقول تاني واكتبوا وعلموه لأولادكم وحفظوه لأولادكم وحفظوه لبناتكم واجعلوا الأولاد والبنات يتغنون به ويصدحون بهذا الكلام في حب رسول الله وإني محب لطاها ومن يحب النبي فحاشى يضام رسول كريم رؤوف رحيم عليه الصلاة وأزكى السلام صلى الله عليه وسلم أحبه صلى الله عليه وسلم الصحابة أحبه الرجال والنساء امرأة من بني ذينار من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها وولدها فقالوا لها يا أمة الله قتل أبوك وأخوك وولدك وزوجك في غزوة أحد فقالت المرأة ماذا فعل برسول الله لا تخبروني عن أبي ولا زوجي ولا ولدي ولا أخي أخبروني وطمئنوني عن رسول الله ماذا فعل برسول الله قالوا بخير بحمد الله كما تحبين قالت أروني أريد أن أراه بعيني فلما رأته صلى الله عليه وسلم قالت كلمة سجلها التاريخ لها قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله أي أن كل المصائب تهون وكل المصائب يسيرة طالما أنك بخير وأنك على قيد الحياة وأننا نتنعم بالنظر إلى وجهك يا رسول الله نحب رسول الله ونحب الله جل وعلا ونحب أهل البيت ونحب بعضنا البعض هذا ما نتعرف عليه ولكن بعد هذا الفاصل انتظرونا